انا س estratég كنت أبقى كابتن احمد على حاجة يعني أكيد مريت بيها كابتن النادي الاهلي كابتن النادي الاهلي كابتن محمد الشنوي دلوقتي كابتن النادي الاهلي انت وأنت كنت لعب كابتن النادي الاهلي. كان ممكن كتير تتعرض ضغوط أو انتقادات في بعض الحالات الفنية اللي ممكن تبقى متراجع عليك بعض الشيء. دلوقتي محمد الشنوي كان متراجع بعض الشيء في الشهور الماضية الآن يتحسن ويعود محمد الشنوي ثاني بشخصية كبيرة جداً. او انه يقدر يتخطى هزي الانتقادات واللجوم عليه في الفرطة الأخيرة. مشكلة الشنوي ان انت انت توصل للقمة سهل. لكن انت تحافظ على القمة دي صعب جدا. شنوي وصل للقمة خلاص. فان هو يحافظ عليها دي بقى دي عايزة لعيب فلازي. هو طبيعي جدا اي لعيب خلاص بتطلع وبتنزل عادي. القصة بقى ان انت ما بتنزل بتعفتها تعتني ازاي. هو اللعاب الكبير خلاص بقى ما بيلتفتش لأي انتقادات. بيبدأ يركز في شغله يبدأ يراجع اخطائه دي مهمة جدا. اهم حاجة اللعب الكرة ان هو بقى امرأة نفسه. مش اي حد تاني هو امرأته. نفعلش وحد يقوله ده انت كويس النهاردة وبتاعه هو يبقى وحش. وعارف ان هو وحش ويمشي وراء. لازم تراجع نفسك تشوف اخطاك ايه تشوف انت ما كنت كويس. انت كنت بتعمل ايه. هل انت في حاجة بتأثر في تدريب. هل انت بتنامش كويس ما بتاكلش كويس. ما بتعملش استشفى كويس. فعش ان هو طبعا عنده من الخبرات. ان هو يقدر يحافظ على نفسه ويقدر يرجع تاني. والحمد لله راجع تاني هو طبعا النهاردة. اعتبر هو المكسب الاهلي طبعا الكورتين بتاعدده الجباس. وبتاع تويدي الكارتي دي كان زي ما عبدالله قال. تغير تغير مصاري المشي. ما راجع عليك موقف زي دا قبل كده؟ كتير. كلونا بص. اللي هو مثلا هبوط مستوى في انتقادات كثيرة. فممكن تتأثر معنا وين فازاي ترجع تاني؟ انا كنت بتأثر. بس انا يعني جزيه مثلا كان على طول بعارف مثلا شخصيتي كان ممكن لأ انت كويس وفيش مشكلة طبعا انت يا ما كسبتنا. حصل معا كتير. وبترجع تاني باللي حواليك. يعني برضو اللعاب اللي حواليك بتبدأ ترجعك. بتحسسك بالسخة انت مش مشكلة دا كله بيبقى وحش. تقدر ترجع تاني. فدي حصل المواقف دي هتلاقي حصل مع عبدالله وحصل مع كل عابق مصر. هي بس القصة ان انت تعرف تستهدى وتبقى هادي وترجع تاني لحياتك الطبيعية. وترجع تشوف ايه اللي انا كان بيخليني كويس وعمله.